إذا تابعنا معكم مشاهدين أبرز ما جاء فيها صفحات الأولى للصحف المصرية فسوف نلاحظ معكم التالي اليوم هو يوم 26 يناير لعام 2019 كان من المفترض أن نجد على الصحف المصرية أي تناول لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير بأي شكل من الأشكال ولكن الطاغي على الصفحات المصرية بخلاف زيارة ماكرون غدا ولقاءه عبد الفتاح السيسي تحدثت صحف مثل الأهرام بأن الشرطة توزع الهدايا في عيدها على سبيل المثال أيضا صحيفة المصرية اليوم تحدثت عن احتفالات بعيد الشرطة وثورة يناير الملاحظ بأن كلتا الصحفتين هم من تحدثوا فقط في هذا الأمر الأهرام تركز بأنه عيد الشرطة فقط ولا حتى تذكر من قريب أو بعيد ثورة يناير لكن المصرية اليوم تحدثت بأنه احتفال عيد الشرطة وأيضا ثورة يناير طبعا كما هو معلوم بأن سلطات الانقلاب العسكري تحكم السيطرة في هذا اليوم وبالتحديد على كافة الميادين والطرق الرئيسية خشية من تجدد التظاهرات بأي شكل من الأشكال فكانت الصفحات الأولى للصحف المصرية يوم السادس والعشرين جاءت كما رأينا بهذا الشكل غائبة تماما عن أي ذكر لهذه الثورة بخلاف ذلك مشاهدين الصحف تتحدث عن زيارة ماكرو إلى مصر وتقول بأن سوف تكون هناك شراكة اقتصادية وثقافية شاملة بين مصر وفرنسا ولكن ما لم تذكره الصحف في هذا الإطار بأن صفقة أرافال التي كانت تعول مصر على القيام بها أثناء زيارة ماكرو يبدو بأن فرنسا وهناك ضغوطات تمارس على ماكرو بشكل مباشر حتى لا يوقع صفقة جديدة مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وهذه الضغوطات تأتي من قبل منظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان في الاتحاد الأوروبي وأيضا بتحديد داخل فرنسا لأن مصر يقولون بأنها تستخدم هذه الأسلحة بشكل خاطئ وضد المدنيين أيضا تحدثت مشاهدين الصحافة الصادرة لهذا اليوم عن معرض الكتاب ولكن في زوايا وبطرق ليست معهودة كما كنا نسمع ونقرأ في الصحفية العوام السابقة بخلاف صحيفة الشروق لا صحيفة تحدثت عن أخبار معرض الكتاب ماذا حدث أبرز المناقشات والمدولات كما كان يحدث في عهد رئيس المخلو حسني مبارك لا نجد أي صادة سوى في الشروق التي تحدثت في أعلى الصفحة وكما نعلم الشروق هم أصلا ناشر وصاحب دار نشر شهيرة في مصر أيضا مشاهدين ما لم تذكره الصحف المصرية الصادرة لهذا اليوم بخلاف الحديث عن وقف صفقة أرافال حتى الآن مع عبد الفتاح السيسي أيضا مطالبات عبد الفتاح السيسي بعدم المساس بالدستور لمد فترة رئاسة ومد فترة حكمة هذا الحديث لم نجد له تواجد على الصفحات الأولى هل هو نوع من أنواع المناورة بين عبد الفتاح السيسي والأذرع الإعلامية التابعة له حتى يبدي للرأي العام المصري بأنه غير عابئ بمد فترة الرئاسة أو تعديل الدستور خصيصا له يبدو الأمر كذلك أيضا لم تتحدث مشاهدين الصحف عن بأن السفارة الأمريكية أغلقت جناحها في معرض الكتاب في القاهرة لم تتحدث ولم تذكر أسباب قيام السفارة الأمريكية بذلك أو حتى تتناول ذلك كخبر في الصحف الصادرة لهذا اليوم بعد مشاهدين أن تابعنا معكم أبرز ما جاء وما غاب أيضا عن الصفحات الأولى لنتقل بكم